مرحباً وصباح الخير لأجمال المشاهدين مع الريتنج الأسبوعي وجديد أخبار المسلسلات التركية إيقاف مسلسل مشوار مسلسل لديهم والذي انطلق عرضه على الشاشة قبل بضعة أشهر فقط ولكن وللأسف هذه الدراما لن تستطيع إكمال مشوارها على الشاشة بحكم المشاهدات الضعيفة التي نالها المسلسل كما وأنه لا يوجد رعاة للمسلسل ولذلك اتخذ القرار بإيقاف هذه الدراما عند الحلقة السادسة أي أنه تبقى حلقتين فقط على نهاية المسلسل وللإشارة عدد حلقات النسخة الأصلية وهي الإيطالية والمقتبس عنها المسلسل التركي هي أيضاً ستة حلقات ولكن الفارق بينهم هو أن النسخة الإيطالية حققت نجاحاً على مستوى إيطاليا بينما النسخة التركية لم تصل إلى شريحة واسعة من المشاهدين سواء في تركيا أو خارجها ولذلك صدر قرار إيقاف المسلسل عند الحلقة السادسة وحول مسلسل العائلة فالقناة العارضة للمسلسل وهي قناة شو التركية أخبرت شركة إنتاج المسلسل بأنه وعلى حسب نسب المشاهدة التي ينالها المسلسل في الوقت الراهن ستساعده على الاستمرار لثلاثين حلقة بينما وإن ارتفعت نسب المشاهدة أكثر خلال الحلقات القادمة فسوف يستمر لأكثر من ثلاثين حلقة وحول مسلسل شخص آخر وتحديدا الحلقات الأربعة الأخيرة المتبقية من مشوار المسلسل فسوف يتم عرضها في مساء يوم الجمعة وليس في يوم عرضه المعتاد وهو يوم الاثنين والمسلسل البديل لمسلسل شخص آخر في أمسية يوم الاثنين هو البراعم الحمراء كما وذكرت لكم سابقا من خلال أحد الفيديوهات وقبل عرض الإعلان الترويجي لمسلسل البراعم الحمراء بأن المسلسل سوف يتحدث عن موضوع الحجاب في المجتمع التركي وغيرها الكثير من المواضيع الاجتماعية ومن بعد انسحاب الأبطال ما هو مصير مسلسل المهوس كان من المفترض بأن يكون كل من الممثل ونور سعيد ياران والممثلة نيل سوبرفين أبتاش أبطالا للمسلسل الجديد المهوس ولكن انسحب أول من البطولة الممثل أنور تبعته الممثلة نيل سوبرفين ولذلك قررت شركة أوجي أم تأجيل إنتاج المسلسل وتم إيقاف جميع الاستعدادات للمسلسل حتى إشعار آخر وبالاستمرار مع الانسحابات وأجدد انسحاب هو قرار الممثلة جوكتشي كونيش الانسحاب من بطولة الدراما الجديدة لا تخاف أنا بجانبك ذلك وبالرغم من حضورها الأسبوع الماضي لاجتماع قراءة السيناريو مع الطاقم ولكن يأتي سبب انسحاب جوكتشي هو لخلافيا مع شركة الإنتاج وقريبا سوف يعلن عن اسم الممثلة البديلة عنها ومخرجة هذه الدراما الجديدة هي مروة شولاك مخرجة مسلسل جول جمال جديد مسلسل ألبوم العائلة اتخذت شركة أوثري ميديا قرارها الرسمي لموعد البدء في تصوير مسلسل ألبوم العائلة بطولة أكين أكينوزو وأسلهان مالبورا حيث ومع مطلع العام الجديد وتحديدا في شهر يناير سيبدأ تصوير المسلسل وقصة المسلسل سوف تتحدث عن حب الطفولة بين كليتش ودينيز وهذه القصة من تأليف سيركان يوروك والمشارك سابقا في كتابة العديد من حلقات مسلسل عروس اسطنبول مواعد مسلسلات شهر ديسمبر رسميا وفي حال عدم حدوث أي تغييرات على قراراتهم سوف يعرض مسلسل النهب في اليوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري أي أن المسلسل سوف يتنافس مع مسلسلات مساء يوم الخميس وهم الخيانة وحب لا حدود ولديهم ومن يقع بنفسه لا يبكي وقصت مسلسل النهب عن اللص كرا وبالاستمرار مع مسلسلات شهر ديسمبر وفي اليوم الأول الماضي من شهر ديسمبر عرضت الحلقات الأولى من الدراما الرقمية حر بطولة حلم جيم انتيبي وقصت المسلسل عن اجتماع طيارون شجعان من القوات التركية للمشاركة والقيام في مهام خاصة وسيطلق عليهم اسم أسطول البرق وهذه القصة مقدمة من الكاتب بارش والكار ومن كتاباتهم السابقة مسلسل طبيب البلدة والمنفى الأزرق والإخراج من قبل أكيين باندير مخرجا في الماضي لمسلسل حكيم أولو وفي اليوم الثالث من شهر ديسمبر الجاري وهو يوم الباريحة عرضت الحلقة الأولى من الدراما الجديدة القفص الذهبي بطولة أيتاش شماز وشفنورغول وقصت المسلسل حول المعلمة زينب التي تمارس مهنتها كمعلمة في مدرسة تابعة لعائلة باي أولو وهي إحدى أكثر العائلات ثراء في تركيا وسبب دخول المعلمة زينب لأحد المدارس المملوكة من قبل عائلة باي أولو هو لأن شقيقة زينب تدرس بمنحة في أحد مدارسهم وأرادت زينب رد الواجب لهم وبدأت بالعمل بلا مقابل في أحد مدارس عائلة باي أولو ومن بعد مخالطة زينب لعائلة باي أولو ضمن نطاق العمل تكتشف زينب بأن هناك محاولة تخلص من الوريث الأكبر لعائلة باي أولو وهو أونور وزينب سوف تحبط تلك العملية ومن بعد هذا العمل البطولي يقرر أونور الزواج من زينب ليس فقط لأنها حمته بل لأنه اكتشف بها جانب مختلف عن جميع السيدات وزواجه منها كان مفاجئا للجميع ولكن وبمجرد دخول زينب لعائلة باي أولو ستبدأ الأحداث تأخذ مجرى ثاني قد يؤثر على علاقتهما حيث ستصدم زينب بأسرار عائلة باي أولو وهذه القصة هي بالأصل مقتبسة من مسلسل كوري بعنوان The Last Empress ومن قامت بتحويل مسلسل النسخة التركية هي الكاتبة راشان شدام ومن كتاباتها السابقة المسلسل المميز المعلم والنظرة الإخراجية سوف تكون من المخرج جيم أكيولداش مخرج مسلسل سرنا نحن الاثنين وابتداء من اليوم الاثنين والموافق لليوم الرابع من شهر ديسمبر المشاهدين على موعد مع المسلسل الجديد كم من السفن أحرقت في بطولة مطلقة لكل من دينيس بيسال وديفرام أسكان وبمشاركة ألكان كولتشاك وستانديل ويتناول المسلسل قصة ياسمين التي توفي زوجها والتي تكافح لتربية بناتها لوحدها في ظل ظروف الحياة القاسية وسيدة أخرى تسمى فيدان والتي تعاني من زوجها الذي يعاني من مرض السايكوباتية وهي الشخصية تفتقر للمشاعر ولديه السلوك عدواني وفاقد السيطرة على انفعالاته ولكن وفي يوم جميل يتقاطع طريق ياسمين مع فيدان ليكونه يداً واحدة وهذه القصة مقدمة من بانو بوسكورت ومن أبرز وأهم مسلسلاتها السابقة هي الادراما النفسية الغرفة الحمراء والإخراج سوف يكون من ألتان دونماز ومن أشهر أعماله الحالية مسلسل حجر الأمنيات وفي اليوم السادس من هذا الشهر سيبدأ عرض مسلسل رائحة الصندوق بطولة أزقي أزبرنشي ومتين أكدولغار وبمشاركتي ديمة أكبا ونجيب ميملي وقصة المسلسل حول ربة البيت كارسو ولكن كارسو تعيش في قالب زواج غير سعيد وولادتها لطفلها الثالث قد اقتربت ولكن المسئولية بالكامل سوف تكون على كارسو حيث أن زوجها وجوده من عدمه لا يقدم أي فائدة ولذلك تقرر كارسو إرسال أحد أبنائها للعيش مع جدتهم لتتفاجأ لاحقا كارسو بخبر صادم وهو اختفاء ابنها الذي بعثته للعيش مع جدتهم كيف سوف تتمكن الأم كارسو من استعادة ابنها؟ هذا ما سوف تكشفه أحداث مسلسل رائحة الصندوق وهذه قصة مقدمة من الثنائي الكتاب مينس وزينب ومن أشهر أعمالهم السابقة المسلسل الشهير التفاح الحرام والمسلسل سوف يكون من إخراج نزاكات جشكون مخرجة في الماضي لمسلسل المنف الأزرق وفي اليوم الرابع عشر من هذا الشهر سيطرح للمشاهدة على الإنترنت الموسم الثاني من مسلسل الطموح الأعمى حيث ستكشف أحداث الموسم الثاني عن ماذا سيحدث مع إسلي من بعد سيطرتها على مكانة لالي الإعلامية وفي اليوم الثاني والعشرين من هذا الشهر ستتوفر الحلقات الأولى من الدراما الرقامية الجديدة البنفسجي العميق بطولة نيلبيري شهينكايا وهو مسلسل خيالي يتحدث عن ماذا سيحدث من بعد انفجار الشمس والنتائج من بعد ذلك الحدث حيث سوف تنقلب الحياة رأسا على عقب على كوكب الأرض وسيكافح كل واحدا للعثور على عائلته ما سبب عودة ارتفاع نسب مشهدة الطائر الرفراف ومن بعد مغادرة الكاتب محمد برش لمسلسل الطائر الرفراف ذلك وعند نهاية الموسم الأول وتسليم المهمة لكاتب آخر حينها بدأت مشاهدات مسلسل الطائر الرفراف تخبط وهذا التخبط في نسب المشاهدة كان يعكس ردة فعل المشاهدين من الكاتب الجديد للمسلسل وتعبيرهم عن عدم إعجابهم بأحداث المسلسل مع الكاتب الجديد ويا ما قام متابعي مسلسل الطائر الرفراف بالقيام بحملات عبر منصة X تناشد بعودة الكاتب محمد برش إلى رأس عمله وشركة الإنتاج لبت أمنية مشاهدي المسلسل وابتداء من الحلقة الثامنة والأربعون عاد الكاتب محمد برش إلى كتابة المسلسل وفور عودته نسب مشاهدة المسلسل عادت تحلق من جديد إلى الأعلى حيث نالت أجدد حلقة من المسلسل على نسبة 10% وهذه النسب التي دوما ما كنا نشهدها لمسلسل الطائر الرفراف أيام الموسم الأول الممثلة سيف دا أرغنجي في بطولة عباد الشمس تم اختيار الممثلة سيف دا أرغنجي لتكون هي بطلة الفيلم الجديد عباد الشمس وقصة الفيلم سوف تدور في أروقة المستشفى عن محاولة بطلة الحكاية العثور على متبرع من أجل مساعدة أحد أفراد عائلتها والذي يعاني من حالة استثنائية وقريبا سوف يبدأ بتصوير الفيلم وطبعا سيعرض الفيلم في منتصف العام القادم مسلسل الممثل جانار جندروك الجديد نشرا في السابق بأن الممثلة شوال سام هي أيضا انسحبت من بطولة مسلسل الغرفة المجاورة ولكن تراجعت عن قرارها وقررت البقاء على بطولة هذه الدرامة تلفزيونية الجديدة ومع قرارها أعلن عن بطل المسلسل ومن سيشاركها البطولة هو المثل جانار جندروك وقصة المسلسل عن مقدمة برنامج اقتصادي شهير تدعى بفيردا ورجل الأعمال فكرة ومن بعد استضافة فيردا لفكرة في برنامجها يتفاجأ الجميع لاحقا بخبر زواجهم ومن انضمت أيضا إلى الطاقم الممثلة يشيم جيران موزولو وهذا المسلسل من إنتاج شركة أو جي ام لصالح قناة ستار وسيعرض في العام الجديد مسلسل الممثل أزن أكبابة الجديد شيئا فشيئا يبدو أن طاقم مسلسل قطاع الطرق سوف يجتمع مجددا في مشروع واحد حيث قدم الممثل والمنتج لمسلسل هذا العالم ليسعني وهو الممثل أوكتاي كينرجا للممثل أزن أكبابة أن ينضم للمسلسل ووافق الممثل أوهزان على العرض وسيجسد الممثل أوهزان في إطار أحداث هذا العالم ليسعني دورة رجل الأعمال الأفرباجيني غاردا شوف ثالث مسلسل يومي جديد ومن بعد الإعلان عن الدراما اليومية الجديدة جرح الحب وألاجة الآن يأتي لنا ثالث دراما يومية للعام الجديد وهي دراما بعنوان العروس والأبطال هم تاليا تشيليبي وجيناي ترك سفار والمسلسل سوف يكون لصالح القناة السابعة التركية انضمام ممثلي إلى مسلسل اليقوت وعلى حسب كتاب مسلسل اليقوت أفادوا بأن هناك ممثلة سوف تنضم إلى الطاقم وانضمامها سوف يأخذ مجرى أحداث المسلسل إلى فصل جديد من التشويق والممثلة التي سوف تنضم إلى الطاقم هي جيزام كرجا وسوف تجسد دور شخصية تدعى جونيش كما ومن انضم أيضا إلى الدراما التلفزيونية اليقوت الممثل روحي ساري وللتفكير والمحبي المسلسلات المدبلجة أود بأن أذكركم بالفيديو الذي قمت بتوفيره قبل أيام وهو أن مسلسل اليقوت سوف يدبلج للعربية ومع الدراما التلفزيونية الجديدة العروس الباكية بطولة فياض شريف أولو حتى الآن انضم للطاقم العديد من الأسماء ولكن لم يعلن عن بطلة المسلسل وآخر من انضم للطاقم الممثل علي بارك رشيد وهو ممثل جديد لم يسبق له والظهور فقط من خلال مسلسل أنت وطني وسيجسد الممثل علي دورة شخصية دنيو